في المستوى ويرفعوا عالم الوطن عاليا أصبحنا نشاهد الحصص من أجل معاقبة X و Y بعد كاميليا حد سعيد بعد البطل هذا اللي شفناه براهيمي بعد ما قاله بوشكريو في كورتليد بعد سيليا ويكان وفي الكاراتي بعد هذا البطل الإفريقي والبطل العربي علي بن شيخ وين نرانا رايحين بهذه العقلية اللي ما تديش للخير يعني سيدي سابوتاج للناس هادو مسيدي جيم السطيف ما يعطيولو وين يبات قالوا ما يعطيوني شريولي باكل بي أننضب الراسي وين يبات ما رح ندير باكل سطاش بش نمتل الجزائر ماذا يحدث يعني نقطة استفهام كبيرة صراحة شوف نبدال كنايا بسكا تفرصي فيها باش نتكلم شوية تكلموها شوية على كل حال نبدالك حاجة جاست قراف 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 ولي برميري سانسابل سيلي باران تعادوك لزاتلات ومبعد يجو المسؤولين بنات صغار مينور تخليوهم يباتوا واحدهم في لأيروبا بنات صغار ويباتوا واحدهم في لأيروبا هنا لبارول تم كانوا يشتكوا ويرفعوا حتى يروحوا اللاجس يسيلوا فوق صح ما داروا ولو مسؤولي لتم كيفاش يخليوا بنات صغار مينور يباتوا في لأيروبا وحدهم هنا وراه المسؤولية ما كاش والضامير ما كاش ما كان حتى حاجة ولي هادم يخل ممنوع يكونوا ناس مسؤولين في الرياضة كي خليوا بنات صغار ما خافوا ربي ما حشموا موالوا تانيا تكلبت انت على هاد ليزا تلات واريت لاصل غرمول هادو سيدي صال مزمان مزمان من وقت بومدين الله يا رحمه نعم وصيفالا بولوسيا نمس هادا كل وقت نتكلم مع الله رئيس الجمهورية الله يا رحمه ولي هو سيبومدين هادا في وقته اللي كي بتاعو وجدو نقاح هادا اللي تريك دو سبور ملياستي ياس مسينجو كومبليك سبورتيف ودشنوه دولة جازيريا كانت مكاش اللعب سبور كانوا ينكوراجي ولو سبور هلا تت رئيس الجمهورية الله يا رحمه والسينا مس هاداك اللي الناس منعوا هين شمبيون دافريكي ما هادا مديور ليزا تلات يونطري داويو فيه لليومينا هادا مام تكون حبست الله ديسيبلي انت عندك مئتين سنة هتجيد داوي فيه لان انت مديت للجازير إليت أطلب ديليت والصالة هادا هادا اللي وريتها كانت في القمة كانت كروب لايك علي كانت كروب لايك كروب لايك كروب لايك لانا في وقت بومدين دارلو سبور هادا باش الجازير ترفض الاعلام بارتو والحمد لله كانوا رجال وبارتو ورفدو هاليوم على شكل كنا ما نتكلم بسك بكل صارحة نقول صارحة ما ننجبش نتكلم كثير لان انا نتنرفها وننجب نقول حوايج اللي بعد يضروني هالور ما ننروح بعيد نتكلم بالعقل هاليوم الحمدولي الله كالرئيس الجمهورية سيعبد المجيش تبو اللي يرانا نشوفوها تاريك تبو مدين الله يرحمه لازم لسول اللي دخل لاننا هنا هالنا نشوفو بلي نقولوا الاستقلال في الاستقلال كنا خير غير استقلت الجازير في 63 65 66 67 لاستقلال 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 بطعام هنا لاستقلال رئيس الجمهورية لاستقلال لاستقلال السبور يقعد هكذا و راح يزيد يروح اكتر لأن الميرزة ثلاث الميرزة ثلاث كما هادو اللي وريتهم قاعد يجازوا سيد قلك وكان لكان غدوة يرفضوا البيئ يروحوا الفرنسا بك هنا بك الفرنسا لا نبور تكالكولا بيدخلو فيه يوليو في المستوى أنكور العالي وبعد ممكن يسجيولوهم هنا يا قال كان في فرنسا كمارا نشوفه في الفوتبول ونشوفه في بكو دي سيبلين واللي يجيو يجيو غير من الخارج مدربين يجيو من فرنسا ينطريني ونمبرتكو واي احتوالي احتوالي ويجيو بديزوي ميلو بالفين تروى ميل ايرو يقول لك كاين كالك ملاك ما تقوليش غير صحيح قد كعندك الهاب يا ايه انبوان دان تيروغاسي كبير اللي يدرب والو يجيو فين تروى ميل ايرو لأنه جام فرنسا والجزائر اللي هنا بوالو دار هذا كل الكاسك هذاك تعال البنات علشك كي ما كان يكسبليكيه هو لو موايا ولو دي تعال البنات خاطش لا فرصت على طفلها مع طفلها ماشي كيف كيف تعال الرجلين جميع يهلكلو ما معينو وهكذا كو جيب للا ميضاي دور ميضاي دور شامبيون دار افريكا إن حيوه تمتم وزادوا كتبوا عليه قالها قلت اهدرت على الوزارة ومجميش قاع الوزارة والوزارة هي اللي في الحق تحمي هاد الازات لها وين رأنا عايشين دركاتك دركة قولنا نحطموه ونريبو للميرز هات لطلجرين وما منوع يطلع العلام يقولوها ما يقعدوش متخبين ملور زعماتك كومسي كي ما اي حاجة لي ملزمش تشوفها مدرقين كي ما يقولوا متخبين ملور وما نتكلموش بصحة ناني بعجك بلي كومينيكي ولي كومينيكي هادو مكاش مسؤول كهيد الحمد لله في الجزائر رجال اللي يحبو هاد البلاد ويدخلو لازم ييدخلو ولما تدخلوش انا قلت لك اردوان تحب تزعف تحب تريح ما مزيش تسقسيني كزيت توريد دون ديسيبلين خاطش ما عنديش واش نقول ما عنديش واش نقول عنده الحقران شاطور رأي كي وراء هذه الاصالة اللي يو تكلم عنها برمول هذه غروب رأيك هذه اردوان عنده الحقران هذه في السبعينة وثمانينات فورمات الميور الثلاثة أرجيريا اللي يمبعد تقلقوا في المنافسات الدولية على الوقت ما كانوش ليصال كانت هذه غروب لايك كانت أرجيريا سبورة نبابلوات كانوا واقنوني كانت ينصال في الحراش ما كانوش يصبار وكانوا يخرجوا لازالات اللي يومنا بندون هذا غروب لايك غرمول لازم نعودوا نحلوا هذا الاصال نعودوا نحلوا الاصال نعودوا نحطوا رجال الرجال اللي يخدموا البلد ويفتحوا الاصال هذا اللي ينصحوا صح صح سامير شيء غريب جدا ستستمع وستشاهده دائما على المبارزة وهذا الديركتوار هذا اللي تم وضعه صراحة شيء غريب وغريب جدا بعتوا شخص مجهول شخص مجهول جوديبيا مجهول ما عنده حتى علاقة برياضة المهم ماشي خده برياضة المبارزة والوزارة حدرتهم الوزارة بعت لهم بيان قتلهم يقول دي هذا السيد تعليش بعته رئيس الوفد راح هذا الشخص المجهول أعطيني البيان تاع الوزارة مش بيان تاعي ووزارة شباب ورياضة أرسلت بيان هاي الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية في ستة ثمانية جوال الفين وثلاثة وعشرين هاي بعتت ملف الخروج لإمارات العربية المتحية لقد لاحظنا من خلال دراسة ملف في الفريق الوطني للتشديف نعم أكابر سيدات المشاركة في كأس العالم من سبعتاش إلى وحد وعشرين مائل ٢٠٣٣ في دبي الإمارات العربية دون الحصول على ترخيص مسبق من وزارة شباب ورياضة مما أدى إلى توقيف الوفد بين طرف شرطة الحدود الجزائرية حبسوا شرطة الحدود يا سعلي في المطار قالوا له ما تسيد هذا ما عندوش ورقة الخروج ما عندوش ديروغاسيون أو ترخيص عفوا باش يروح كرئيس الوفد الجزائري إلى الولايات دبي الإمارات العربية المتحدة وبالتالي وهذا الأخير ليس لديه صفة بالاتحادية قالوا له ما عندوش صفة بالاتحادية كيف شبعتوه وعلى هذا ننهي إلى علمكم للمرة الأخيرة أنه تقيد بتعليم الوزارية رقم 005 وكاد إعطاء تعليقات لمصالحكم بتغيير الملفات بتقديم الملفات كاملة ونظر للأهمية القصوى للعملية وتسهيل إجراءات للقيام بالاختار مصالح وزارة الشؤون الخارجية والجالية وطنية بالخارج في أجالها وعليها نطلب منكم تقديم توضيحات في هذا الخصوص في أقرب الأجال مع الإجراءات الواردة مسنية من طرف القائم بالأعلام مديرية العامة للرياضة في وزارة شباب الرياضة السيد علي عون عوني والله من يشوف مليح في الإنباء يعني هذا السيد راح كرئيس وفد سامير علي وراشيد هو ما وش عضو في الفيديدرالية حبسوهم في وزارة حبسوهم حبسوهم الجماعة الـ قولهم هذا السيد ما عندو وش يكون عندو هذا باش يجي معاكم رئيس الوفد عراح معاهم رئيس الوزارة وبختهم بعت لهم إندار قلت لهم مزيدوش بعتوا هذا رئيس الوفد يعني الوزارة ومعجب لاش الحال لهذا الدركتور نستمع ما قاله دائما يوسف ماضي حول هذا الأمر شخص هذا تم شو الداخيل لك فاهم لم يكن لدي لهم حتى علاقة بل منتخب لا يعرفش لاعبين لم يروا مدرب لم يروا منه كيف يسمحوا لي يروح معاهم ونحاوا كشول كامل راح معاهم اوطرينار ما عندو راحوا كوالي راح يكوتش يكوتشهم هو راحوا راحوا لهم راحوا راحوا ومعاهم هذا شكرا